احلى صباح ومساء على حباب قلب مدنز ومتابعيني وغاليين رجعتلكم النهاردة فيديو جديد من فيديوهات الهارد وير على القناة وبصراحة انا متحمس جدا جدا للريبيو ده زي ما اكيد كتير منكم متحمسين بيه لان بقالنا تقريبا فعليا سنة ما عملناش ريفيو لتانك واحد اخر تانك كنا عملناله ريفيوه على القناة كان من شركة اسباير وكان نيكو تانك من البرستيج لايم بتاعها والنهاردة رجعنا مع تانك ام تي ال جديد جدا ومكسر الدنيا من شركة عودتنا ان هي بتعمل تانكات دي ال فقط او دريبلز لكن رجعت لنا مع اول اصدارات تانكاتها الام تي ال وهو الديد رابت ام تي ال ار تي اي من هيل في تعال نروح نتفرج على علبته ونشوف محتوياتها ونعمل له بلد ونملى التانك ونطلع ندردش عليه ونشوف اداءه وميزاته وعيوبه يلا ودي بين ايدينا علبة الديد رابت ام تي ال ار تي اي من هيل فيب خلونا نتفرج على العلبة ونشوف محتوياتها اول حاجة هتلاقي اللوجو بتاع هيل فيب وبعد كده اللوجو الجديد بتاع ديد رابت للاصدارات الخاصة بالديد رابت وهي تحت ديد رابت ام تي ال ار تي اي عالجانب ديد رابت ام تي ال ار تي اي عالجانب التاني هتلاقي شكل التانك بتاعك طبعا من شكل دريب تيب كده بيقول ان التانك ده بيقول كلام حلو قوي مع الارفلو اللي باينا قدامنا دي هنفتحه ونشوف الكلام ده جوه وده ضهر العلبة وعليه الحاجات اللي موجودة جوه واللي هنشوفها دلوقتي مع بعض طبعا مفيش سكراتش كود خالص على العلبة لان دي دي سبلاي بيس يعني سامبل بيس اخدتها منهم لما كنا في دبي لكن اللي موجودة في الماركت هيكون عليها السكراتش كود تعالوا بقى نفتح العلبة ونشوف محتوياتها الله عالجمال وعالشياكة وعالحلاوة هنرجع لك دلوقتي تحت التانك كده هتلاقي كوفر هنشيله ونشوف المحتويات اللي جوه اليوزر مانيوال الخاص بالتانك هتلاقي الكيس ده جوه بعض الاورينجس او موانع التسريب وبعد قطع وزيارة خاصة بالتانك وبرضو فيه مصمرين عشان البوست بتاعة الكويل ومعاهم مفت والكيس التاني هتلاقي فيه حتة قطن وكويل وهو ده الكويل اللي هنستخدمه مع التانك في اول تجربة دينا بعد كده هندخل على البارت اللي موجود فيه القطع دي واللي شفناها في اول فتحة التانك بدل ما يحط لك من جلاس حط لك جلاس اكبر مع بتاعته وده الجلاس اللي بياخد اربعة ملي واللي راكب عليه هو اللي بياخد اتنين ملي وفيه عندك اللوجو بتاع موجودة اهو على القطع التانية اللي معنا التانية اللي هم حطينها غير الطويلة بس انا شايف ان اللي راكب عليه اشيك بكتير دي شكلها كده من مادة الديرلين التانية من الريزن وشكلها رائع هنشوفها دلوقتي كده ما فيش حاجة تانية في العلبة معنا غير التانك العظيم اللي الوانه رائعة جدا ده وشكله في منتهى الجمال من ديت رابت اول اصدارات الامتي ال الخاصة بديت رابت طول عمرهم بيعملوا دي ال ودي اول مرة يتحفون بحاجة امتي ال طيب خلونا بقى نفصص التانك كده حتة حتة زي ما احنا متعودين في الريبيوات بتاعتنا زي ما انت شايف كده بتاعته طويلة ومن الريزن ومربوطة بالفنتينج هوز دي عشان تبرد يعني نوعا ما زائد ان هي مديها شكل جمالي ادي الدريب تاب كده على بعضها كلها طبعا خمسمية وعشرة في منتهى الشياجة بصراحة وفي منتهى الجمال والاشكال اللي عليها رائعة جدا وبتيجي بالوان مختلفة على حسب لون التانك بعد كده هتلاقي عندك التوب كاب وعندك هنا زي الرينج اللي انت شايفه ده كده مش هرشر عشان يبقى مسهل عليك عملية الفتح لما تيجي تمسكه كده وتلف تلاقيه بيفتح معاك بسهولة هتلاقي في موانع تسريب اهي قوية وعندك المكانين اللي بتملى منهم التانك بتاعك لو نزلنا كده لتحت هنلاقي التشامني برضو عليها اللوجو بتاع جديد وطبعا الجلاس ده هو الاتنين ميلي والتاني هو الاربعة ميلي هادي الفرق ما بينهم طبعا ده التشامني مختلفة عشان هنا الزور بتاع التشامني لو تاخد بالك اطول عشان هيطول المساكة وهياخد لكود اكتر طيب بتاعه هو اللي موجود عندنا فتحة واحدة بس هنا مفيش فتحة تانية في الناحية التانية وعندك برضو هنا الشرشرة على ده عشان تقدر ترفل من تحت كده وتغير بتاعك عندك اول فتحة وطبعا مش عارف رقمها قد ايه بس انا بتوقع من كده ان هي او ماكسمان بعد كده هتروح للفتحة تلف التانك كده لحد ما توصل للفتحة التانية اهي ودي تقريبا الوان بوينت فور الوان بوينت سيكس تقريبا تلف لفة كمان كده هتوصل لوحدة اكبر ودي الوان بوينت فور او الوان بوينت سيكس لحد ما هتلف اخر لفة عند اكبر واحدة وهو بيستوب معاك خلاص يعني انت مش بتقدر تلفه وهو بيقف هنا عند اكبر واحدة وبيقف عند اصغر واحدة. اكبر واحدة اللي هي الوان بوينت ايت او ادي بتاع التنك ومكتوب عليه من تحت هنا ضد رابت امتي ال ار تي اي نفك كده بقى البيس بتاعته. ادي القطعة هاي اللي بتتغير كلها لو انت هتنقله من اتنين ميلي لاربعة ميلي. نفس الشكل اهي بس دي اطول ودي اصغر. نرجع بقى للتنك بتاعنا ونتفرج على الداك بتاعته وعندك هنا تحته في الفتاحات اللي انت شايفها هنا دي المدورة دي مكان الحتة اللي بيدخل منها القطن بتاعك ويوصل لحد الكويل. طبعا الرجول بتاعت الكويل هتركب تحت المصامير دي بمنتهى البساطة مفيش اي اختراع في الداك بتاعته سيمبل وجميلة ووسعة. تاخد معاك لحد التلاتة ميلي الكويلات لو الدايميتر بتاعها تلاتة ميلي هيركب مرتاح مفيش مشكلة. تعالوا بقى نركب كده القطن دلوقتي مع بعض ونشوف بنركب الكويل ازاي وبنحط القطن بتاعه لحد فين. وسع المصامير بتاعته كده شوية عشان نعرف نركب الكويل وبعد كده نقفلهم على الكويل بتاعنا. كده هو رفعناهم عشان نعرف نركب الكويل اللي هيركب في الحتة اللي هنا دي. رجلة هتبقى دخلة من هنا ورجلة هتبقى طالعة من ناحية التانية. اه دي ده الكويل اللي كان جاي معاه في الكيس بتاعه هنركبه دلوقتي بمنتهى البساطة. كده ركبنا اول ناحية نركب الناحية التانية. قبل ما نقرط عليه بقى نثبته بس في مكان وكده وندخل كده ونصبط في النقطة كده الكويل بتاعنا ونربط ده اجامل عشان نقطع الزيادة. ادي الكويل اهو راكب في منتهج جمال وما عنديش فيه اي مشكلة. كده تمام وزي الفول اللي هو. نقص بقى الرجلين الزيادة دي ونعمل له وبعد كده نحط قطننا ونبرايم القطن ونملك تانك ونطلع عند ابدأ شعر. الكويل القاري لسه قبل البريهيت زيلو بوينت سابن. هقلل الواطشو عشان ما ينفعش على واط عالي قوي كده. قلينا كده على التسعة مسلا ونقص ماشي. نبدأ نديله بازلسات خفيفة كده. عشان نتأكد ما فيش موجودة. شايف? ممكن بقى ايه هنا نروح نديله حتة كده عشان يزبط نفسه. الكويل رائع. ما فيهش اي من لمسة واحدة زبط نفسه. هو بيشتغل من نص البرة. وهيلم من برة لجوه بالزبط. كويل رائع في منتهج جمالية. هديكم شفتوا بمنتهج البساطة ما عملناش في اي حاجة. نركب القطن بقى. قطنتنا الازيزة اللي مبرومة للاخر. خلف الكويل. نسحب من ناحية التانية. مش ماسكة جامد ولا اي حاجة. وزي الفل هاي. هنجيب المقص بتاعنا ونيجي عند الحتة بتاعت اول الدك هده من جوه. ونعمل العلامة بتاعتنا عشان نعرك هنقص البيت فين. والناحية التانية كذلك. وهدي بقى زي الفل اهو القطن بتاعنا. نزبط بس الحتة دي كده نهياشها. بقى زي الفل. ندخله بس في المكان بتاعه. زي ما انت شايف كده بمنتهى البساطة. بقى انا حاصه طويل شوية ممكن اقص منه حتة كمان. كده بقى زي الفل نحطه بس في مكانه. بس كده احنا جاهزين جدا ان احنا نحط دلوقتي كام نقطة كده. ونبرايم القطنة دي ونشتغل. انا هستعمل اه زيوس لاين الهالوتريبيكا بتاعتهم تركيز اتناشر. زيوس من البرندات القديمة جدا في السوق وفي منتهى الجمال الهالوتريبيكا بتاعتهم. نقطة كده بقى على الكوين. ندي له خفيفة كده. يا سلام يا جماله. حركاته. شكاته. وطرقاعاته. عارو بقى نرفع الوط شوية. نوصل مسلا. ايوة بقى. ايوة بقى طرقع بقى. يا جمالك. ده انت هتقول كلام ولا احلى كلام. انا هحط برضو الاتنين ملي. انا مش بحتاج اكتر من اتنين ملي لان كمان شكلها بصراحة احلى نخليها التنك صغما كده. وشكله في نوتها الجمال ادي قفلت دلوقتي هنملى التنك الاتنين ملي بتوعه. بس كده يا حبيبي. نقفل التوب كاب. نحط الجميلة اللي شكلها صيع جدا دي. وكده التنك ده جاهز عشان ان هو يبدأ رحلته معايا ونجرب الدنيا بتاعته فيها ايه. انا متشوق لاول فتحة دي حسست ان هي هتبقى تحصى. ايوة اجرب يا معلم. يلا بينا نطلع نجرب مع بعض ونشوف اداءه مع بعض عامل ايه على الاربع فتحة المختلفين ونتكلم عنه شوية. ايه رأيكم? بجد اللي احنا شفناه مع بعض ده يعتبر تحفة فنية. تنك في منتهى الشياكة وفي منتهى الحلاوة وفي منتهى الجمال. والدريب تاب الريزن دي شكلها وهمي. تنك الكونستركشن بتاعته في منتهى الجمال. السنون بتاعته. السريدرس بتاعته سهلة وجميلة جدا وبتتفتح بمنتهى السلاسة وبمنتهى الهدوط. وبلاش تقرط عليه قوي وانت بتقفله. مش مستاهل ومش محتاج. وانس ان هو وقف معك خلاص وقف على كده. زي ما شفته الاكسيشوريز اللي جاية معاه تعتبر كتير ودي ميزة من المميزات بتاعته. زائد ان هو بدل ما يحط لك لاتنين ميلي قلك لأ يلا خد كمان شامي خليه يبقى اربعة ميلي ودي برضو حاجة كويسة. اللون اللي ازرق بتاعه بصراحة خاطف وشكله حلو جدا 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 نقصه بس مدية يكون شكلها او لونها مدي على الزرقان ده وهيروح في حتة تانية من الشياكة بتاعته. البلدك بتاعته سهلة جدا لاي حد بيعمل البلدات هيقدر يتعامل معها بمنتهى البساطة زي ما شفته كده رفعنا المصامير ركبنا الكويل وقفلنا المصامير عليها تاني وقطعنا الرجول وشكرا ركبنا قطنتنا والدنيا زي الفون. فيش اي مشكلة. وزي ما شفته نظام بتاعه في منتهى الجمال برضو في منتهى البساطة ما فيوش اي تعايدات هم اربع فتاحات عندك وتقريبا هما بيبدأوا باول فتحة اللي هي الواحد وبعد كده او بعد كده وبعد كده تقريبا هي ماشية كده فتعالوا دلوقتي لان اكيد كلكم متشوقين تشوفوا اداءه ورأيه في اداءه. تعالوا بقى ناخد بف على اول فتحة فيه وزي ما شفته الكويل اللي جوه زيرو بوينت ايت وانا مشغاله على اتناشر وقت. كده هو على اول فتحة. يلا اول بف. لو انت من عشاء النفس اللي بيجيب لوز اول فتحة دي بتاعتك. يعني لو انت حابب حتة النفس الدايق جدا جدا يعني مش سجارة كلبطرة حتى مكتومة لا يعني انت بتتكلم في حاجة مش موجودة ما جاتش هو ده يعني ده اعتقد ان هو زيرو بوينت ايت يعني مش وانت كمان. لأ ديق جدا جدا جدا. ديق فعلا. هو حلو بس للناس اللي بتحب الديق ده. تعالوا ناخد بقى على تاني فتحة ونشوف اداءها. كده انا على تاني فتحة وبرضو على اتناشر وقت والكويل نفسه هو هو زيرو بوينت ايت يلا. هو ده الكلام يا ابو عمو. هو ده ده كده على الوان او وان بوينت تو ماكسمام يعني هو اعتقد وان كمان. لان هي دي الحتة بتاعته. هو تاني ايرفلو ده بتاعي. معتدل. له فيري ريستريكتد وله لوزي. هو صريح. اللي طالع من التانك رائع. انا طبعا الهالو ترابيك هده انا نحافظها من سنين السنين مع بجد هي رائعة. وانا حافظ الفلاور ده كويس جدا جدا. الفلاور اللي خارج من التانك رائع. السويت بتاعه مزبوط. التروت هد بتاعته مزبوطة. الفلاور مزبوطة. تقسمته لللايرس مزبوطة. في منتهى الجمال. طب تعالوا بقى ندخل على تالت فتحة ونشوف اداءها. كده انا على تالت فتحة. وفعليا انت حاسس بالانتقال من فتحة لفتحة. ودي ميزة. فيه تنكات كتيرك وبتتنقل من قرف لول التاني وبتحسش بالفرقات القوية دي. هنا انت من واحدة للتانية حاسس. تعالوا بقى نشوف التالتة. ابتدى يبقى يعني يعني بقى شوية فيه سلاسة اكتر في النفس بس برضو هو في الحتة بتاعت الام تي ال. بس لو تاخد بالك فيه صوت ابتدى يظهر مع السحبة. ركز. الصفارة دي لو تفتكروا زمان الكفن نفس الصوت بتاع الصفارة بتاعت الصحبة دي. بس هو بالنسباني في الحتة اللوزي. انا حابب الحتة اللي قبلها اكتر من الحتة دي. فيه ناس ما بتحبش الحتة اللي انا بحبها عشان ضيقة برضو. فبيبقى عايز الحتة دي. ده يعتبر بس في الحتة بتاعت الام تي ال. والفليفر برضو متحافز عليه ما عندكش مشكلة في الفليفر. تعالوا بقى نروح لرابع واحدة واخر واحدة. كده هي على الرابع. وبرضو احنا على نفس الكويل على نفس المقاومة معالتش بالمقاومة زي ما انا. هنا بقى صريح. بقى في الحتة اللي هي بزيادة. حتة الواسعة. الحتة اللي يعرف ينفع تاخدها دي ال. او ينفع تاخدها دي ال. زي ما بقول لك ار دي تي ال. فتعالوا كده جرى باخد واحدة بوف كده دي ال ونشوف الاداء. طبعا الفليفر طبعا بقى اقوى شوية. لكن هو خرج من حتة الام تي ال هنا وبقى لكن الناس اللي عايزة تستعملوا في حتة الام تي ال للحتة الصريحة بتاعته. تاني فتحة جربها وهتدعيلي مش هتندم. من انتهى الجمال. دي كده كل حاجة عن التانك من العيوب انا مش شايف له اي عيوب محسوسة او ما قاعدتش معي الفترة الكافية انه هو اقدر اطلع العيوب بس احنا كده كده مع بعضينا لو في اي حاجة ظهرت عنده في المستقبل وانا بستخدمه الفترة الجاية لان التانك عجبني وهقفش فيه شوية. فهتلقوني برضو بنزل باقول لكم لو في مشكلة حصلت او ظهرت او كده. لكن ازا ما نزلتش حاجة او ما قلتش حاجة عنه يبقى التانك ده ما فيهوش عيوب بالنسبة لي. شايفه رائع 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 في كل حاجة. لونه البلد بتاعته التقفيل بجد كله كله على بعضه حلو زي ما شفته كده. بس كده هي دي كل حاجة عن ال من الفي. ولو عجبك الفيديو ما كنتش لسه مشترك يا ريت تعمل اشتراك في القناة عشان الناس كتير قوي تتفرج ومش عامل اشتراك. والناس اللي عامل اشتراك يا ريت ما تنساش تعمل لايك وتعمل لي كومنت حلو لذيذ زيك كده. ولو مش متابعين الفيسبوك والانستجرام يا ريت تعملو ده دلوقتي هتلاقو اللينك في الديسكيبشن بتاع الفيديو تحت. بشكركم على وقتوكو وعلى مشاهداتكو وعلى مجهوداتكو وعلى دعموكو. شكرا لكم مرة تانية من كل قلبي. وكان معاكم في هذا الفيديو شوفكم دايما على خير ودايما يخديكم فاكرين ان استجار هركتنا وجيه وقت ايه صح حتمة. شوفكم على خير.